عجزنا من التعازي والشجب والاستنكار لكثرة التفجيرات لكثرة الضمان لكثرة القتل والخطف والاستهداف وخصوصا للمناطق القبيرة وبالأخص مدينة الصدر كل ما يكون هناك أمر معين كل ما يكون هناك خلاف معين كل ما يكون هناك عمل يحاول أنه هذه الجهات الخارجية والداخلية لديها أجندة معينة تبدأ باستهداف هذه المدينة لي يعني لتهيج رأي العام لتأثير على ابناء إحنا لو نلاحظ يعني 2017 و2018 و2017 و2020 ما هو عمل رهابي نعم هو تحسن لإدارة الأجهزة الأمنية لكن في الحقيقة لأنه في تواثب الشبه النوع من التواثب السياسي الداخلي والخطف نعلم أن التنظيم اليوم متفكت التنظيم ضعيف التنظيم الأجهزة الأمنية والاستخبارية يجب أن تخترق بعض الخطوطة نعمق بالخطوط الآن الذي ينفذ العمليات يأتي من تركيا بالتجاه أربيب، بالتجاه جيالة، بالتجاه شمال بغداد لكن في الحقيقة كل هذه الأعمال التي تأتي واللاحظة هو عندما يكون هناك خلاف سياسي، عندما تكون انتخابات، عندما تكون هناك لخلط الأوراق واللتأثير على الوضع تبدأ عملية التهداف مدينة الصدر أو المناطق المزحمة وأقول بشكل واضح المناطق الشيعية هذا الذي يجري الآن مع الأكد لخلط الأوراق والإتحة الفتن وللعودة إلى المرافع الأول وهو الصعبية لكن الشعب اليوم فهم الإلقابية وفهم الناس وفهم السياسيين وفهم الخطط التي تعزله من أجل التأثير على إراسة وعلى ثمودة وعلى ترابط بين أبناء السنة والشيعة وغيرا من المداهب والقومة نعم سيد حاكم أهلا بك مجددا معنا في نشرة الرئيسة يعني تابعنا الكاظمي أصدر عدة توجيهات بعد التفجير الإرهابي منها إداء عامر القوى الماسكة لموقع التفجير بالتوقيف وأيضا إعادة انتشار القوات الأمنية في بغداد برأيك هذه الإجراءات كافية أم نحن بحاجة الآن إلى مزيد من الإجراءات لإيقاف سلسال الدم الذي يقع في العراق يعني الحقيقة هذا الحل ما احتفظ حل مقنع يعني عامر القوى ما احتفظه يعني نعمش جهة الماسكة تتحمل جزء من هذه المسئلة لكن المسئولية مسئولية كبيرة المسئولية تحتاج إلى خطط تحتاج إلى العمل الاستخباري والأمني تحتاج إلى كثير من الأمور التي الآن نشعر أنها مخفية اليوم مع الأسف هناك الاستخبارات ولدينا منظومة استخبارية كبيرة عدد جيد لكن اليوم انشغالهم ووضحهم مثلا الاستخبارات في حماية أباضي الطافة تعميل الطريق الاستراتيجي للدعم اللوجيسي المجاملة بمنح القيادات الأمنية للمناصب والرتك والكثير من الأمور التي أكدنا عليها لكن لا جزوى نحتاج إلى نصب الكاميرات تجد نقياسات الأمنية والاستخبارية المتلكة اتعاد عن المجاملة هناك مجاملة في أعطاء المناصب خصوصا الأمنية الاستخبارية العسكرية سواء كان هناك مجاملة حزبية لأحزاب معينة سواء كان مجاملة لبعض العشائر سواء كان جانب الماضي هذه الأمور طبعا ما لقينا حل حبيثي للمؤسسة نحن نقول أفضل مجامل نعم جامل في جانب وزارة النقل وزارة الصراعة وزارة البيئة لكن أن تكون مجامل على أرواح الأبرياء وخصوصا الجامل العراقي وهو الوزارات الأمنية الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات اجغال هذه الأجهزة بأعمال جانبية بعيدة عن الأمن والاستخباري أعتقد هذا الأمر يضمن حماية أرواح الناس أنا بهمت مع الأجهزة أن بعض أجهزة الاتخبارات التابعة مثلا أبراج التارباء أو التعمل للأجهزة ونأفضل شغال الأجهزة بالمتابعات الخاصة بشكل واضح لا يوجد عمل حقيقي لمتابعة الخلايا الأرهابية لا زال الأرهاب ووجود جهات تحاول أن تستغل الأرهاب في تصفيق الخلافات نحن نعلم أن هناك أربع إلى خمس سنوات البلد مستقر لكن هناك من يحاول أن يستقل داعش أو الأرهاب الأرهاب نعرف أنه مستجر وبنتقية من الشجار وهناك جهات خارجية وداخلية تحاول أن تستجر الأرهاب وتحاول أن تستخدم لضرب النسيج العراقي هذا الذي يرى نعم سيد كاظم أشرت إلى نقطة جدا مهمة وهي استغلال داعش لتصفية الحسابات دلالات هذا الهجوم هي فعلا كثيرة هناك من يتساءل هل هناك صلة سواء مباشرة أو غير مباشرة بين هذا الهجوم وانسحاب سيد مقتضى الصدر وما حدث مساء أمس هل هي رسالة ربما من بعض الجهات أنا أقول كل الاحتمالات مفتوحة ومعقولة وممكن اليوم سماحة السيد الصدر عندما انتحب من الانتخابات لاحظنا هناك رباق لدى الكثير من الكتل السياسية لأن هذه الكتل السياسية كان لديها مخصصات وكان لديها حجمة غير مبررة على الثيار الصدري وعلى دعين الثيار الصدري بسبب انه شعروا ان الثيار الصدري فيعود الى الواجهة والثيار الصدري قد يتزحم الحظوم القادمة وبالنتيجة قد يفضح على الفساس ويفضح على المافيات ويفضح على الافتجاز ويفضح على العصابات ويفضح على الإرهاب ويبني دولة ويمسط الحدود هذه الأمور أكيد لم ترق لكثير من السياسيين سواء كان في الداخل أو الدول الأخرى سواء دول محيط العراق ودول جوار العراق الدول الكبيرة الدول المسيطرة على الملك العراقي أكيد هذا الأمر يدخل فيها بحسابه طيب في سؤال أخير هل انسحاب العديد من مرشحي الكتلة الصدرية قرار لا رجعته فيه؟ نعم هذا الأمر يعتمد على يعني سماحة السيد الصدر وبالتأكيد السحاب لم يكن انسحاباً إعلامياً وإنما انسحاباً حقيقياً عندما ينسحل سماحة السيد الصدر بين السحاب البنية وبالتأكيد من الانتخابات وهذا الأمر نتروك إلى سماحة السيد الصدر العراقي سيد محتد الصدر شكراً جزيلاً لك اشتركوا في القناة شكراً جزيلاً لك